جملة من الإجراءات الإصلاحية الجديدة لمساندة الخزينة أعلنتها الحكومة الفلسطينية في ظل العز المالي الذي تمر فيه نتيجة قرصنة الاحتلال الإسرائيلي للأموال الفلسطينية من عائدات الضرائب مع استمرار الاحتلال في قرصنة الأموال الفلسطينية من عائدات الضرائب والتي تسمى أموال المقاصة أعلنت الحكومة الفلسطينية عن إجراءات جديدة منها تقليص بعض الميزانيات والموافقة على خطة لرفع الإيرادات العامة لفلسطين لمساعدة الخزينة بالإفاء بالتزاماتها المالية وتشكيل لجنة خاصة لمتابعة الأمور المالية مع الاحتلال الإسرائيلي هذه الإجراءات ستساعد وهي إيجابية لها أثر معنوي أكبر من أثرها المالي على المواطن وعلى الناس هذه إصلاحات يطالب بها الناس منذ فترة طويلة ولكن على صعيد الأزمة لا أعتقد أنها ستحل الأزمة المالية الأزمة المالية أكبر من ذلك بكثير وهي ناتجة عن التقليص أو الضربة التي تلقتها الحكومة الفلسطينية في الجزء الأكبر من إيراداتها وهي إيرادات المقاصة الإقتطاعات بإزياد مستمر الشهر الفائت كما أعلن رئيس الوزراء 214 مليون شيكل تم الإقتطاع الحكومة الفلسطينية خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أكدت أنها أنهت حوارها الاقتصادي مع الولايات المتحدة والذي كان قد توقف لخمس سنوات تم خلاله البحث عن آلية تمكين الفلسطينيين من السيادة على الأرض والمصادر الطبيعية والمقدرات الاقتصادية وإزالة المعيقات التي يفرضها الاحتلال والتي تحول دون التنمية المستدامة من مدينة رامالله المحتلة محمد حسين رؤيا